تعد المناطق الريفية أكثر التجمعات السكانية تأثراً بالحرب وذات كثافة سكانية عالية يعتمد غالبية قاطنها على الزراعة والعمل بالأجر اليومي نحن في عمادة المعهد ومؤسسة تمدين شباب ارتائنا أن نقيم دورات تدريبية نظراً لما يعانيه الريف والشباب في الريف من فقر وانسداد فوق المعيشة فلقد رأينا أن نقيم في معهد الهياب ثلاث دورات هي دورات الخياطة ودورات صينة الموبايل ودورات التقميل وتصريف الشعر انطلاقاً من هذا الواقع المعقد بدأ عشرات الفتيان والفتيات تلقي مهارات تدريبية في هذا المعهد الواقع في منطقة الهياب بمديرية المعافر كان مرحلة الدورة عشر أيام استفادين حوالي خمسين بالمئة أو ستين بالمئة بالدورة هذه اللي هي عشر أيام لكن معاهم بعد الدورة مع الحرفيين مدة شهرين بيستفيدين أكثر أعتقد كل طالبة كان معنا يعني عندي الحافز والني أن تكون ذات مشروع ناجح كي تكفل نفسه وتكفل أسرته الهدف الأساسي والأول أن أكون أملك مشروع خاص أعتمد به على نفسي وأن لا أكون عالة على أحد وأريد أن يكون للمرأة دور وبصمة في العمل والمجتمع عدد من الحرف ليدوية كالخياطة والتجميل مجالات لتدريب عشرات الفتيات عليها جرى اختيارهن وفقا لمعايير خاصة وعلى مدى نحو عشرة أيام تلقت المتدربات مهارات تمكنهن من افتتاح مشاريع خاصة تعينهن على مواجهة مصاعب الحياة ومتطلباتها والدخول في سوق العمل تلقى 57 متدرب ومتدربة في هذه البرامج مهارات هذه المهارات من أجل تمكينهم في العيش ومن أجل أن يقيموا مشاريع خاصة بهم ومن أجل رفع مهاراتهم لكي يتمكنوا من قلب الرزق لأسرهم نظرا لما تعاني هذه المناطق الريفية من كثرة الكثافة السكانية ومن ارتفاع الفقر صيانة الموبايل تخصص ثالث يتدرب فيه عدد من الشبان على إكسابهم مهارات شفوية وتطبيقية في كيفية صيانة الهواتف وبرمجتها وهو مجال سيفتح لهؤلاء الشباب الباب أمام الحصول على فرص عمل تحسن من وضعهم المعيشي يتميز فتيان وفتيات الريفي بامتلاكهم طاقات جبارة تحتاج فقط لمن يسقلها من أجل استفادة المجتمع منها وهذا ما يحدث داخل معهد الهياب الريفي فوزر الحمد قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة